كان ذلك جانبا من مؤتمر صحفي للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن أهم ما جاء فيه بأن القوات تعمل على توفير الظروف الأمنية الملائمة حتى يتمكن سكان الشمال من العودة إلى بيوتهم يقول المتحدث إن موضوع المحتجزين بالنسبة لنا له أولوية عليا ونبذل جهود كبيرة للإفراج عنهم عندما سألته إحدى الصحفيات عن لماذا العمليات مختلفة فيما يتعلق برفح وكذلك محور فلاديلفيا قال بأننا نعمل في كل المناطق في قطاع غزة من أجل تحقيق أهداف الحرب هو أن العمليات الآن تتركز بشكل أساسي في كل من خان يونس والمخيمات الوسطى هكذا إذن يا دكتور صفيان تحدث الناطق باسم جيش الاحتلال تتهرب من سؤال يتعلق برفح ومحور فلاديلفيا يعرف أن المسألة حساسة يعني هو هم شي جديد فيما قالوا أن لا شي جديد لا جديدة لا جديد هو هم شي يعني أنت لا تستطيع أن تعلق على أشياء تقريبا هو كل يوم يسأل نفس الأسئلة وكل يوم يعطي نفس الإجابات قال لي يعني اكتشفنا نفق ضخم في خان يونس برضو مبارح اكتشفوا نفق ضخم وقبل أسبوع اكتشفوا نفق ضخم وكل يوم باكتشفوا نفق ضخم يعني ليس هناك أي جديد أصبح يعني هذا شيء بروتوكولي أن يتحدث كل يوم وأصبح يعني لا يعطي أي جديد ولا يجيب على أي سؤال حقيقي وجدي قلت أنه حاول تحدث عن الشمال لكي لا يكون خلق بين المشاهدين هو يتحدث عن شمال فلسطين نعم الحدود الإبنانية الإسرائيلية لأنه ممكن مشاهد من غزة يعتقد أنه شمال غزة نعم لو يتحدث عن شمال فلسطين صحيح طيب نعود إلى الحديث والتحليلات الإسرائيلية لأن بها يعني في الإعلام الإسرائيلي لأن بها زخم كبير فيما يتعلق بمفاوضات حتى يعني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي قال أنه هناك مفاوضات تجري الآن يعني فيما تعلق بصفقة التبادل يعني أولا المفاوضات حول صفقة التبادل لا تتوقف بمعنى أنه تائما هناك في محاولات هناك إلى جانب ما يقال عن مبادرة قطرية هناك أيضا مبادرة مصرية موجودة على الطاولة والمبادرة المصرية تحت النقاش وقبل يومين ثلاثة أعلن أن هناك وفدا إسرائيليا من الأمن الإسرائيلي كان موجودا في القاهرة بمعنى أن القاهرة أيضا موجودة وتعمل بشكل حثيث وبصمت على إنجاز شيء من هذا النوع يتعلق بصفقة التبادل ووقف العدوان هذا ولكن أردت أن أقول أن هناك أيضا أشياء تتعلق بأمور استراتيجية بمعنى تحدثت دانا فيس اليوم في القناة 12 على موقع القناة 12 وأمس أيضا يتحدثت في نشرة الأخبار أن هناك اتصالات سرية تجري من خلف ظهر الحكومة الإسرائيلية يجريها نتنياهو من خلال الوزير رون درمر مع الولايات المتحدة الأمريكية وديدي برنيع يجريها مع أطراف السعودية هدف هذه الاتصالات هي الوصول إلى صفقة تطبيع بين السعودية وبين إسرائيل ولكن بلينكين أبلغ الإسرائيليين لكي ينجح في هذه المهمة التي هي بالنسبة لنتنياهو حبل إنقاذ لحياة السياسية التطبيع مع السعودية نعم التطبيع مع السعودية السعودية موقفها واضح لن يكون هناك تطبيع في ظل استمرار الحرب هذا أولا وثانيا دون أن يكون هناك حلا سياسيا للقضية